استقبلت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب الطالبة من طلاع ماد الحاصل على المركز الأول في المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة قد أصدرتا بيانا صحفيا مشتركا للإعلان عن التزامهما بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة في إطار المبادرة الرئاسية لتبني الموهوبين